أهلاً أعزائي حديثنا مع دكتور ناجس كندر أحقاً قال الله بالأول في الإصحاح بصورنا الجنة مكان جميل جداً كل أنواع الخليقة الخلائق من أشجار وفاكهة وحيوانات حتى أخذ وقته أنه آدم يسمي كل الحيوانات هذا بإندل على شيء بدل أنه كان الإنسان الأول انتلجنت وليه سلطان على الخليقة الله خلقه سلطان وزكاء وكل هالأشياء لكن الصورة اتغيرت خدنا من هذه الصورة لصورة الجنة في عدن ولصورة الحي تمام الجنة كانت مكان غرس الرب الإله فكان مكان بيرفكت كان مكان رائع والرب أعطى آدم وحواء زي ما حضرتك قلت زكاء وقدرة وصحة أنا دايماً أقول جنة عدن ما تحتاجش مستشفى هناك فأنا ما ليش وظيفة في جنة عدن لأنه ما فيش مرض وما فيش موت فدي الحالة الكاملة اللي إحنا بصعوبة نقدر ندركها لأن إحنا شايفين العالم بعد السقوط والخليقة اللي بتأن وتتمخض منتظرة استعلان مجد أولاد الله فإحنا في مرحلة بنشوف فيها العالم بالألم والمرض والموت وكل المشاكل دي كله الكوارث جنة عدن ما فيش أي حاجة من دي خالص كانت مكان كامل بكل معنى الكمال لكن عايز أقول حاجة الكتاب المقدس بيقول لنا أن في النهاية يكون في سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر والموت لا يكون فيما بعد فإحنا في المرحلة المتوسطة اللي بنبص للخلف في التاريخ فنجد جنة عدن بص في المستقبل لسماء جديدة وأرض جديدة في الجنة الكاملة دي الشيطان بعد سقوطه حب يدمر خليقة الله وخطة الله وخطة الله وحب يدمر رأس الخليقة اللي هو الإنسان اللي خلق على صولة الله وشبهه فآدم وحواء هم رأس الجنس البشري ودول مهمين جداً لأن في ناس بتقول لك آدم وحواء دول شخصيات رمزية دي مأساة كبيرة لأن لو آدم وحواء شخصية رمزية يبقى ابنهم شيس شخصية رمزية يبقى نوع شخصية رمزية يبقى إبراهيم شخصية رمزية يبقى داود شخصية رمزية والمسيح جامل نسل داود اشتركوا في القناة